ده كده عايزة اقول للسادة مشاهدين ده بيت عم سايت وحضرتك تبيله ايه انا اخته انا اخته ايه شايته ما بتعقلش عبدالله ليه وتقول ليه لا مش عبدالله احنا غلبنا مع اخويا وطول ما الحاجة عطية وراه وعادل لا يمكن اخويا هيعيق هو قالولك هناك اني عبدالله ضرب ابو برجل الكرسي لا اللي حصل يا حبيبتي عبدالله ضرب ابن عم عطية برجل الكرسي اللي حصل بقى ولاد عطية تلاتة وابوهم اظن انت شفتيهم لما يكونوا نايمين على واحد بيموته فيه جاه محمد اخو والتعاوير في دماغه هنوري هالك دلوقتش جاه محمد اخوه لو ام نايمين عليه هو سايح في دمه رح خلع رجل الكرسي ونزل عليهم ضرب يعمل ايه يعني اربع على واحد تعملي ايه الحاجة عطية جاه وعياله بناء على رغبة عم سايد عشان ينقذوا من ايد ابنه مفيش يا حبيبتي ما كانش لا فيه اقتال يا استاذة ولا فيه حاجة يا استاذة البالوة كلها مع عبدالله وعطية ليه وليه اللي عبدالله منع من البيت عطية وقال ما يجيش عشان ويقال نايم على التنب دوته اولاده ارتلاته هو الرابع احنا عندنا بنت ابنوت في البيت ما ينفعش جيكال شيرب ياخد بعضه ويروح انما ابنوت ليه اختهم هي اختهم هي اختهم ده ليه وليه بقى ده طار بينهم ده طار بينهم بقى يعني دلوقتي بعد اذن حضرتك بنت البنوت دي مش مغتروضة من بيتها دلوقتي وقعد عند عم عطية محدش طردها ممشيتش وعنقول لك احنا كده ازاي بس انت عايش معهم وايوة عايشة معنا اعتبر عايشة معهم انا في البيت مش ده بيته وبانيه لعياله يا حبيبتي انا اخوي عقا بس حضرتك ايه بس انا عايز اقول حتى حاجة انا معلوماتي ان انتو متربطوش مع عم ساين ازاي هو متربي مع امه وانتو متربيين مع ابوه لا 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 ومعلوماتي كمان ان انتو متضايقين انه باع البيت لا يا حبيبتي استنى ايه مش كنه ان هو باع الابنه اللي معاه فلوس وعايز يشتري بيت الست وهي عايشة تاخدي حاجتها وتحرميها منها وتعادها تحت بيريس林 ايه يا حبيبتي تعالى موريك المكان اللي كانت عادة فيه والدتك فين دلوقتي الست والدتي ماتت بايع قبل ما تموت بيبيق حاجتها قبل ما تموت لا يفعل الله اه وده ويرثه بحق الله لا يا حبيبتي ويرثه بحق الله هو يتقض تحت بيريسidental يا حبيبتي بعد اسمك انا ما حضرتش ده انا حضرت الواقع اللي احنا فيه البلد كلها عارفة يا حبيبتي طبعا مش حق الله لا تقعد تحت بيرسالم انا باتكلم ازاي انا مالي انا ما حضرتش ده انا حضرت الى انا انا مخت انا هيلزمني اللي اسمهته والى انا حضرته مش البده حقه شرع ربنا وورثه شرع ربنا لما الست كانت واخد علينا اقرار كلنا ممنوع بيع اللي هيفكر يبيع ارض من ارضي او جزء من بيتي حاجتي تتردلي ممنوع طول ما انا عايشة انا ما حضرت شوية عايشة هو حق البيدي هي سادة الله يرحمها قالت هو ياخد الجزء اللي قدام عشان انه موظف وهو التاني ياخد الجزء اللي ورا لا 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 هقول لك كان مبني يا استاذ الجزء الوراني كان مبني وابو طرد ما فيش لبيض ولا سود خارج حتى العشة ما اخده ما فيش حاجة خالص فلما خرج ما فيش حاجة يقعد فيها ما فيش مكان يقعد فيه هم الجزء الوراني كان قطين ولما اخذ حظيرة كبيرة وقدامها حتة فكانت والدتي قعدة فيهم والدتي كانت قعدة فيهم فلما هو جيه قعد قالت لهم ايه انا والعيال في قوضة وانتوا في قوضة كويس كده فحبوا يطفشوا الحاجة يعملوا ايه جابوا لما اخذ عجلة وربطوها معاها في القوضة خارجت قعدت في بيتها دلوقتي ما فيش خلاف على الارض ما فيش خلاف على الارض ما انباعت يا بنتي انباعت وكان خلافه راح لحاله وكل واحد خاد حقه برضي ايه بقى المشكلة ان عادل اشترى مناب ابوه او ورثة ابوه في البيض الحاجة لما هو عمل فيها العميل دي وحتى كان لها منفعة ما بقىش يدهالها وكلام ده فراحت ايه عبدالله بقى يديها حق يعني فلوس فهي استحرمتها استحرمتها راحت مدية لعبدالله كتباله البيت ما خلاص ما هو البيت ترد لها هو بيحاول يبقى فيه حاجتها تردت لها ما خلاص راحت كتبال عبدالله بقى وشيرة يبقى فلوس فلوس عادل فين عن دابور لو كانت داله فلوس زي ما بيقول يعني هي كتبت لعبدالله دون عن عادل البيت ايوة وعم سيد بعل عادل البيت دون عن اي حد لانه محتاج الفلوس مش محتاج اللي محتاج يا حبيبتي المزارع اللي بيجري في المفارخ ده وبيعمل في المفارخ لو ابن عوك زي ما انتم قلتوا وابن سفاح ما كانش يروح يتسلف مني ومنك ومن غيرك 30 ألف عشان أمه تروح تعمل عملية وجوز أخته موجود المهندس إنسان محترم جدا هو اللي هو اللي واخد الفلوس وده في حبيده في مصر الجديدة علاقتك ايه بعادل؟ علاقت بهم كانت كويسة كلهم يعني حدرتك علاقتك بهم كلهم كانت كويسة علاقتك ايه بهم بعادل؟ ابن خوية علاقتك بيه كويسة؟ اه كويسة وديه وكده؟ وقدت بوده وهو كان بيجيب مراته ويجي عندنا وعند ابني وكل حد حد امتى بقى؟ لحد ما الحد يعني لحد لما ابو بقى له البيت وهو مش حقه فبدأي ايه؟ مش حقه مين بالزبط؟ مش حقه عادل بقى مش حقه عادل ولا مش حقه حقه سيد لا مش حقه عادل البيت ما كانش دلوقتي حقه عادل البيت حقه الحجة والحجة صرفت فيه زي ما هي عايزة يعني الستة صرفت الستة الكبيرة صرفت فيه زي ما هي عايزة بيتها وقالت له أنا صرفت فيه بعداته العبدال اديته العبدالله وعبدالله كان بيديها فلوس عبدالله اخو عادل عبدالله اخو عادل عبدالله كان بيديها فلوس عشان تسرق بصع البيت بيقولوا هدومه مولاعته كده حقيقة عالية فرضالي معي